اشتركوا في القناة ولا احد يغلق ولا احد يفتح انا عارف اعمالك هانذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه لان لك قوة يسيرة وقد حفصت كلمتي ولم تنكر اسمي هانذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يجربون هانذا اصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك لانك حفصت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض ها انا اتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ احد اكليلك من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي هرشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسمي الجديد والصبح لله دائما ها انا اتي سريعا الاية دي اتكررت في الكتاب اربع مرات في سفر الرؤية تلاتة احداشر واثنين وعشرين سبعة واثناشر وعشرين ها انا اتي سريعا اما يجي رقم اربعة في الكتاب المقدس ده يشير الى جهات الارض الاربع كأن ربنا بيقول لكل الخليقة في جهات الارض الاربع ها انا اتي سريعا اخر عبارة الهلنا ربنا في الكتاب المقدس في سفر الرؤية ها انا اتي سريعا كأن ربنا عايز يخلينا كل يوم الكلمة دي تكون في اذنة ايه اخر كلمة سمعتها من ربنا في كتاب المقدس ها انا اتي سريعا فالكلمة دي يظل المؤمنين يرددوها وتظل الكنيسة ترددها ان ربنا زي ما وعدنا ها انا اتي سريعا واخر كلمة خرجت من الانسان في سفر الرؤية في ختام الكتاب المقدس امين تعالى ايها الرب يسوع مجي ربنا دي اشتياقات قلب ربنا ورد الانسان اشتياقات قلب الانسان ربنا بيعلن لنا اشتياقاته انه جيلنا وجيلنا سريعا والانسان بيرد على ربنا بيقول له امين تعالى ايها الرب يسوع اول كلمة قالها الانسان في الكتاب المقدس لربنا يقول له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأ سفر التكوين ابونا ادم لكن اخر كلمة يقولها الانسان لربنا امين تعالى ايها الرب يسوع يعلمنا الكتاب المقدس ويعلمنا الاباء ان للمسيح مجيء تاني والمجيء التاني ده ملوش معاد المجيء التاني هو مش محدد معاد قال كده يأتي بغدى مفيش معاد لمجيءه التاني فيه علامات لكن مفيش معاد محدد ييجي فيه المسيح مجيءه التاني والشعب او الناس المؤمنين كلهم بيعيشوا في وضع انتظار وضع انتظار يعني كل يوم نترقب مجيء الرب كل يوم نسحى الصبح نقول ربنا جاي ربنا حي يجي فكانت دي تحية المسيحيين في القرون المسيحية الاولى ان كل واحد يقابل التاني يقول له ماران قاسى اي الرب قاتل فدي كان ترقب لمجيء ربنا اشتياء فالانسان بيعلن اشتياءه في كلماته العادية خلال اليوم حتى كلمات التحية هي باعبارة ان ربنا جاي فكان كل واحد من المؤمنين دي مشاعر قلبه دي تلهفه لانتظار ربنا دي اشتياءاته بيعلنها من خلال الكلمات البسيطة اللي كان بيقولها شوق من كل نفس للقاء العريس السماوي العريس بتاع نفسي المسيح حييجي فعشان كده كل واحد بينتظر مجيء الرب باستعداد ليه وعشان كده عبر الاجيال كلها وجدنا اشتياءات الكنيسة بتترجم في المعنى ده فنلاقي الكنيسة اللي بتتجه للشرق لان المسيح وعدنا زي ما قال الملاكين قال ان يسوع هذا الذي صعد عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه صاعدا وكان صاعد للمشرق فحيجي من المشرق عشان كده الكنيسة اتجهت للشرق وما تقول لها انتي ليه متتجه للشرق يقولوا عشان ربنا جاي من الشرق حتى لما يرجي واحد يتصلى عليه بعد انتقاله في الكنيسة ميت بيحطوه في اتجاه الشرق والموتر يتفنون في هذا الاتجاه عشان خاطر مجيء المسيح التاني يكونوا مستعدين ليه لما تقوم الأجساد فمجيء المسيح التاني امر شغل الكنيسة احنا ما بنيجي نصلي في بيوتنا وما بنصلي في اجتماعات وما كل واحد يروح مكان ويصلي حتى الصلوات الفردية بيحبز ان هو يصلي في اتجاه الشرق لان الشرق ليه معاني كتيرة ومن ضمن المعاني والمعنى الرئيسي ان ده اتجاه مجيء ربنا من السماء في مجيءه التاني فانا ليه ابص في اتجاه تاني ليه ابص على اتجاه تاني اذا كان ربنا هيجي من هذا الاتجاه احنا مش بنتمسك بالشرق كطقس لكن بنتمسك بالشرق كمعنى وان كان له اصل في الطقس لكن هو الشرق له معنى روحي جميل لذلك الكنيسة اذا كانت بتتبني بالطقس لكن اللي بيصلي صلوات فردية في بيته ده بيصليها بالمعنى مش بالطقس فهو بالمعنى الجميل بينظر للشرق مترقب مجيء المسيح من اتجاه الشرق مجيء المسيح التاني امل الكنيسة امل الكنيسة ورجاه لان الكنيسة عاشت متقلمة ففي وسط الالام دي لما يجي يتكلم القديس يحنى اللهوتي يقول خدوا بالكم اما يجي المسيح المجيء التاني في السماء انتوا كنتوا ضعبانين من العالم لا مش هيكون في عالم بيقول البح مش هيكون موجود والموت مش موجود والحزن مش موجود والصراخ والوجع والليل واللعنى يعني في لحظة في طرفة عين تلاقي لا في حزن ولا وجع ولا ألم ولا دموع ولا موت ويقولك كده بعبارة مختصرة لان الامور الاولى قد مضت وقال ليه الجالس على العرش انظر ها انا اصنع كل شيئا جديدا كل شيء جديد يعني ايه كل شيء جديد يعني انا اما بص لكل حاجة ألاقيها جديدة يعني انا لو دخلت الكنيسة وبصت كده حلاقي الكنيسة شفتها من هن ارجع ابص كده وارجع ابص تاني كده هقول ما انا شفت المنظر ده المنظر ده اصبح بالنسبة لي قديم منظر متكرر مش جديد حتى اجمل الكنايس واجمل الاماكن لو دخلتها مرة وجد دخلتها تاني هقول المنظر ده متكرر لكن السماء يقول ها انا اصنع كل شيئا جديدا يعني انت حتبص وتلاقي الشيء حتى اللي انت نظرت ليه قبل كده ترى شيئا جديدا مش مش الشيء اللي انت شفته لكن حتشوف شيء منظر جديد ده جمال السماء المرجع للجسد الجديد مرجع للمكان اللي احنا بنحيا فيه ان هو ملاكوت ربنا المرجع زي يمكن ما قال معلمنا بولوس الرسول ما لم تره عين وما لم تسمع بي اذن ام اسمع ترنيمة جديدة رغم انها ممكن ترنيمة انا اسمعتها لكن هي جديد ترجع ليه لشخص طبيعة الانسان الجديد وترجع كمان لان احنا بنحيا في مكان جديد ملاكوت ربنا اللي هو ما لم تره عين ما لم تسمع به اذن فهنا يقول لنا في لحظة في طرفة عين تلاقي كل الامور دي اتغيرت في لحظة في طرفة عين نلتقي مع الرب على السحب ولما نلتقي معاه يكون معاه ربوات ربوات ملايين من الملايك الملايكة كلهم جايين في موكب عظيم جدا لنطلاق مع الرب على السحب الوقت ده حيبقى اخر ليل قضنا على الارض مش هيبقى فيه ليل تاني العالم اللي عشناه وشفناه مفيش عالم تاني لان البحر لا يوجد فيما بعد الامور الاولى قد مضت تقول لي لعظر اللي كان عايش متقلم لا مش هيتقلم لعظر ما اتكلم عنه رب المجد في السماء لا ده لعظر اللي في حضن ابراهيم مش اللي قاعد على باب الغني خلاص الانسان العطيق بيتقلع كل حاجة في الارض بتنتهي لكي ما نحيا حياة جديدة هي دي طبيعة السماء اللي هي في لحظة في طرفة عين يعني كل ده بيحصل التغيير وكل ده بيحصل بمجرد ان الرب يأتي مجيئه التاني كل الشواهد تقول مجيئ الرب اقترب وعلى الابواب لو نتذكر التلاميذ في الليلة الاخيرة وكانت الليلة الاخيرة اللي قدوها مع المخلص كانت ليلة قارسة البرد لذلك قالوا لنا ان بطرس كان بيستدفئ يعني الليلة دي كانت ليلة باردة جدا وفي الجو كان في جو مش مظبوط كأن يوم الدينونة الطبيعة مش مبسوط الطبيعة فيها حاجات مش طبيعية بتحصل لان في الوقت ده رب المجد داخل على الصليب فكان كل شيء مضطرب الطبيعة نفسها مضطربة للي حاصل وابتدت الجو اللي مش كويس ده وجو كأنه يوم دينونة المسيح بيتقدم بخطوات الى الصليب لكن وهو رايح للصليب في نفس التوقيت هو رايح يتمم وعده لتلاميذه قال لهم انا ان مضيت هيجلكوا الروح وانا قمدي لأعد ليكم مكان يعني اني قمدي دي مربوطة بوعود والوعود دي مش ممكن حتم الا لما قمدي فقال كده انا ماض لأعد ليكم مكان ماض لأعد ليكم مكان صحيح الجو المظلم ده كأنه يذكرنا بيوم الدينونة طب يوم الدينونة بعده في ايه في اماكن المسيح قعد اماكن وجعل عشان ياخدنا نلاقي جو مشابه والتشبيه مع الفارق نلاقي جو كئيب جو مشابه جو ظلمة زي اللي حتكون على الارض قبل ما جيء المسيح لأن في محكمة للابن وصل بالالله المتجسد لكن هو رايح فين رايح يعد هذا المكان يبقى وكأن اعداد المكان ده نرى في مخاض في تعب في ألم في صراخ أنين اعداد مكان ومجيء الرب نجد أنين على الارض من نوع تاني في الظلمة اللي حتكون على الارض عشان احنا نروح المكان اللي قعده لينا يقول لنا في سفر الرؤية أربع مرات أن يقول أن أنا حاجي ها أنا قاتي سريعا ها أنا قاتي سريعا المرة الأولى الجزء اللي قرناه في رمية ثلاثة اللي الملاك كنيسة فلادلفيا يقول له ها أنا قاتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك ربنا الحريص على أن أولاده يدخلوا الملكوته ومش عايز حد يسقط فبيناشد ملاك كنيسة فلادلفيا لأمنت والإكليل المعد ليه بيقول له تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك أنا عايزك وعايزك للسماء وأنا أعددت لك مكان كن حريص على المكان وما تضيعوش منك أنا حديك دعم وحسندك لكن تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك دي تورينا مشاعر قلب ربنا من ناحيتنا ربنا اللي عايز الجميع يخلصون عايز الكل يكون معاه في الملكوت على رأي أحد الأباء اللي يقول إن في وقت ما بيتولد واحد على الأرض ربنا بيكون مجهز مكان في السماء بس هل هو هيكون حريص إنه ياخد مكانه كل واحد يولد بالمعمودية له مكان فهو بيقول له تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد ليك إكليل بس إذا أنت ما تمسكتش هيضيع منك الإكليل تمسك بما عندك يحن لما شاف أرشاليم السمائية يقول شاف فيها ربوات ربوات وألوف يعني أعداد ضخمة جدا طب وبعدين يقول ورأيتها وإذ هي واسعة الجنبات جدا يعني الألاف اللي فيها دول والملايين مكادش زحمة بل بالعكس لسه واسعة الجنبات لأن فيه لسه أعداد كبيرة جدا هتيجي فيها وفيه مكان لكل واحد في أرشاليم السمائية بس زي ما بيقول له ربنا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك أنت ولدت بالمعمودية كاللوك وانت طالع من المعمودية ولبسك طوب أبيض تمسك بالطوب الأبيض وتمسك بالإكليل لألا يأخذ أحد إكليلك صورة الإكليل والطوب اللي على الأرض اللي ياخده المعمد هو ده يعني تمثيل حقيقي للوضع اللي انت فيه ان ليك إكليل وانت بطوب أبيض اللي اعتمدوا للمسيح قد لابسوا المسيح فأنت فعلا لابس المسيح وعلى راسك إكليل على راسك تاج فكل واحد يكتاز المعمد فهنا بيقول لك تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك دي المرة الأولى اللي ذكر فيها ها أنا آتي سريعا وبعدين بيعزيه وبيطمنه يعني أنا اتمسك لحد إمتى وهل أنا بعد شوية ممكن انك انت تطول وانا قضيع قال لأ اطمئن ها أنا آتي سريعا يعني أنا حاجة على طول كن مطمئن وحافظ على الإكليل بتاعك المرة التانية يقول ها أنا آتي سريعا طوبة لمن يحفظ أقوال نبوء هذا الكتاب طوبة لمن يحفظ أقوال نبوء هذا الكتاب هنا آتي سريعا ويعطي تطويب التطويب ده للشخص اللي بيحفظ كلمة ربنا يحفظ كلمة ربنا يعني بينفزها بيعيشها فيعيش الكلمة الكلمة بتاعت ربنا بيقول الكلام اللي أقوله لكم روح وحياة فالكلمة تتحول فيه إلى حياة فيصير الإنجيل المكتوب إنجيل معاش في الشخص ده زي ما بيقول الكتاب أنتم رسالتنا الحية المكتوبة والمقرؤة من جميع الناس فهنا بيقوله تمسك ها أنا آتي سريعا طوبة لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب الإنسان اللي عايز يعيش الأبدية يعيشها من خلال الوصية اللي عايز يعيش السماء يعيش أقوال الكتاب أقوال ربنا أنا زي عيشت بالوصية وعيشت بكلام ربنا هلاقي المسيح متمثل في حياتي يعني مش هحس إن أنا اللي عايش لكن ده المسيح اللي بيحيا فيي أنا مش أنا من أنا زي ما بيقول بولوس الرسول لكن أنا كلمة ربنا اللي عايش جوايا فالإنسان المسيحي اللي بيعيش بالوصية هو ده الإنسان الكتاب الحي المكتوب والمقروق المرة التالتة يقول تاني ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله ها أنا آتي سريعا يعني المرة التالتة بيرتبط مجيء ربنا بالمكافأة أو المجازاة أو إن هو يضي الأجرة بيقول أنا جاي وأجرتي معي بولوس الرسول في رسالته لأهل كورنسوس يقول إن ربنا مش هيضيع تعبنا تعبنا ليس باطلا في الرب يعني أنك أنت ما بتعمل أي عمل خير أنت بتحوش عند ربنا بتشيل الكنز بتاعك عند ربنا قم لما ربنا ييجي يكافأك على كل اللي شلته عنده بيقول كأس مقبارد لا يا ديع كل ده محسوب عنده قم تلاقي ربنا جاي كل الحسابات اللي اتحولت عليه جاي بالأجرة بتاعتها جاي بالمكافأة فكل واحد مننا بينتظر مجيء ربنا في اللي بينتظر مجيء ربنا من أجل إن ربنا يديله الإكليل زي ملاك كنيسة فيلادلفيا وفي اللي بينتظر ربنا من أجل إنه حفظ الوصية فربنا هيحفظه في يوم الدينونة لأن أنا حفظت الوصية طوبة لمن يحفظ أقوال نبوءة هذا الكتاب فأنا رب حفظت إنت هتعمل معايا إيه زي الأب الراهب اللي في في ساعاته الأخيرة اجتمع من حواليه الرهبان وبياخدوا بركته قبل انتقاله فلقوه مبتسم وقاعد في وسطهم يعني بشوش فواحد من الرهبان قال له أنا عايز أسألك سؤال قال له تفضل قال له أنت ما كنتش يعني بتسهر زينا ولا بتشتغل في العمل اليدوي زينا ولا بتخدم زينا أنت إيه اللي بسط أنت مبسوط ليه فقال له أنا ما عملتش زيكم لا صليت زيكم ولا صهرت زيكم ولا اشتغلت زيكم لكن أنا حفظت الوصية مسيح قال لا تدينوا فلا تدانوا أنا لا أتذكر في حياتي كلها إن أنا دنت إنسان لا بالنظر ولا بالسمع ولا بالفكر ولذلك أما حتقابل مع المسيح حقول له أنت قلت لا تدينوا فلا تدانوا أنا ما دنتش فأنا ما يتوقعش علي دينون عايز أقول تمسك بالوصية عشان كده بيقول له توبة لمن يحفظ أقوال نبوءة هذا الكتاب النوع التالت ها أنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله دايما لما إنسان يعمل خدمة ويعمل عمل كويس نقول له ربنا يعوضك ربنا يكفأك والكلمة دي تسمحها كتير في الأديرة أي عمل تعمله في الدير ما يقولوش كلمة شكر لكن يقول لك ربنا يعوضك لأن دي اتحطتلك في السماء أنا مش هشكرك عليها هنا مش هديك أجر هنا لكن الأجر بتاعك ده هتاخده في السماء المرة التالتة اللي قالها أنا آتي سريعا قلناها أنا آتي وأجرتي معي المرة الربعة بيأكد على نفس المعنى يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع يعني دي بتوضح اشتياقاتنا اشتياقات المؤمنين تقولي اشتياقاتك ايه اقولك اشتياقاتي ان انا قابل ربنا ربنا اللي حبيته ربنا اللي صهرت معاه ربنا اللي اشتغلت معاه في الخدمة ربنا اللي وقفت صلاة وكت بحكي معاه ربنا اللي كت بتكلم معاه بس مع識ه في الإنجيل ربنا اللي انا شلت صليب وهو كان شايل صليبي معايا احتملت ألام وهو كان شريك معايا في الألام ربنا اللي عرفته في كل خطوة بغتوها وأنا متقلم معاه وأنا بصلي معاه وأنا بشتغل معاه وأنا أي حاجة حتى لو نمت أنا بقول كده لربنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ أنا فكري مع ربنا لو ألقت بالليل حلاقي نفسي بردد الصلوات فأنا مع ربنا فهنا يقول ده الشوق بتاعنا اشتياقات قلبنا إن إحنا نكون مع ربنا فهنا بيقول يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع كلنا بدون استثناء زي ما بيقول بولوس الرسول نأن مشتاقين عايزين نخلع هذا الجسد وناخد الذي من السماء النقد بيت خيمتنا الأرض كلنا عايزين نخلع الخيمة وعايزين نلبس الذي من السماء عشان نسكن معه ونعيش معاه للأبد عشان كده اشتياقاتنا يكمل الكلام فتجاوب العروس وتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع احنا في ملء الاشتياق عشان كده معلم نابولوس يقول في أفاسوس انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كحكماء بل كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة احنا بننتظر ونقول له عايزينك تيجي بسرعة لكن احنا ناخد بالنا كويس كيف نسلك كيف نسلك لأن احنا وقتنا قليل اقترب موعد مجيئه ربنا على الأبواب وإحنا لما بنتكلم ربنا يقول أنا جايب نقول له أمين تعالى احنا بنختم نختم على كلمة ربنا بأن احنا عايزينك احنا مشتقين ليك تعالى لينا فأنا وانا بقول له الكلام ده مفروض ان انا اكون في وضع استعداد عشان كده بقوله الرسول يقول انظروا كيف تسلكون موضوع السلوك ازاي انا بسلك هل انا ليه السلوك المسيحي هل انا بسلك بحسب وصية ربنا هل انا فعلا منتظر ان ربنا ييجي ويديني المكافأة مجيء ربنا التاني ده اشتيقنا موضوع يعني اللي شاغل فكر الكنيسة كلها مش النهاردة بس على مدى الاجيال كلها ان كانت الفضائل الكبيرة يقول عنها بولوس الرسول الايمان والرجاء والمحبة فاحنا رجاءنا في مجيء ربنا المبارك ده الرجاء اللي احنا عايشين به وده الرجاء اللي احنا بنردده كل يوم وده الرجاء اللي بننام ونصحى عليه قبل ما ننام نفكر ان ربنا حييجي بالليل فالانسان يصلي يقول له هو زي انا عتي ده نقف امام الديان العاد انت حتيجي وربما تيجي ونناي واول مسحى الصبح اتذكر مجيء ربنا ويوم جديد واشراق الشمس ومجيء ويكون من الشرق ده شغل شاغل الكنيس وشغل شاغل بتاع كل انسان مؤمن ده طبعا الرجاء ده اللي ولده فينا هو السيد المسيح لكل المجد لانه قال لنا كده قال لنا نجاي بس قبل ما يقول نجاي قال انا ماض لأعد ليكم مكان لكن متى اعددت اتي اخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا وبردك الرسل لما كانوا وقفين وبصين للسماء في صعود الرب قال لأ ارجعوا تاني لان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا فالرجاء ده ما تولتش فينا من لشيء مش قصة مجيء الرب كانت ترقبهم لمجيء ربنا حتى في عبارات التحية واشتياقتهم كل يوم بيعلنوها ان ربنا جاي عشان كده نلاقي غير الكلام اللي جاء في العهد القديم وانبياء العهد القديم نلاقي بقى الرسل بطرس في رسالته التانية يقول لنا يقول الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسين يعني الانبياء اتكلموا عن مجيء ربنا ووصياتنا نحن الرسل ووصية الرب والمخلص يعني الانبياء والرسل والمسيح اكدوا على نفس الامر اكدوا على انه هيجي وسريعا القديس يا عقوب يقول لنا ايه تأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب بيقول مجيء ربنا حيجي بس عايز منكم تتأنوا يكون عندكم طول انا ما تتعجلوش الامر لانه هو جاي مجيء ربنا كان بالنسبة للكنيسة الاولى حل لكل مشاكلنا كل مشكلة بتواجههم لان الكنيسة عاشت مع ربنا الرسل دول عاشوا كاطفال روحيين مع المسيح والمسيح كان بيعلمهم وياخدهم خط والخط حتى ما ينزلوا للكرازة يقول ولما رجعوا حدسوا بكل ما فعلوا يعني كابن مع ابوه فلما المسيح سعد الى السماء بقل وحدهم فكانت اشتياءاتهم كبيرة جدا جدا وعظيمة ان نلاقي المسيح بيننا عشان كده اشتياءهم عايزين ربنا ييجوا فعشان كده بيتكلموا تأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب تأنوا يعني يكون عندكم صاب يكون عندكم احتمال الظروف الصعبة اللي بتمروا بيها هيحلها مجيء ربنا تأنوا ايها الاخوة اما واحد واحد واقع تحت انسان متعصب واحد واقع تحت انسان قاسي وكل واحد واقع في اضطهادات بسبب الايمان فييجي كده يقولهم تأنوا مجيء الرب اللي حيحللنا مشكلت مجيء الرب اللي حيريحنا تأنوا الى مجيء الرب يعني مجيء ربنا بمجيه حتنتهي كل الاوجاع ده ترجمة كلام الاباء الرس القديس يحنى في يحنى الاولى يقول كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما ان ذاك طاهر كل اللي عنده الرجاء ده اي رجاء رجاء مجيء ربنا كل اللي عنده رجاء ده يطهر نفسه يعني رجاء في مجيء ربنا يشجعنا على حياة القداسة ازاي ان انا في انتظار ربنا كل يوم اتوب كل يوم اطهر نفسه كل يوم اصلح حاجات غلط انا بعملها عشان اعمل حاجات صح اللي عنده هذا الرجاء يعني انا منتظر مجيء ربنا مش مجرد ان انا بتابع احداث ولا بشوف اخبار لا ده مجيء ربنا له استعداد معين فانا بحاول ان يكون على مستوى لقاء ربنا على مستوى ان انا اقول له امين تعال ايها رب يسوع اذا كنت دون المستوى مش حق مش هقابله دون المستوى مش هتمتع بالابدية فحشان كده كل يوم يقول يطهر نفسه مش مرة واحدة اللي عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما ان زاك طاهر انت هتقابل مين تقابل القدوس الذي بلا عيب الذي بلا خطية اللي الى ملائكة ينسب حماقة فانا هروح فين عشان كده بيقول اللي عنده الفكر ده ان ربنا جاي به يطهر نفسه في قانون الايمان حطتها اساسية كل لما تيجي تصلي تردد قانون الايمان سواء في صلوات السواعي او في اي صلوات تقصية او في القداس يقول يقول لك كده يأتي ليدين الاحياء والاموات ونختم قانون الايمان وننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الات صلي القداس يقول رسم يوما يأتي ليدين المسكون بالعدل مجيء تاني ويعطي كل واحد كحسب اعماله متحصرين كل حاجة نرى فيها في القداس المجيء التاني انا مش هدخل في تفاصيل القداس لكن كل حاجة اشارات للمجيء التاني ولكن الكلمات اللي بنرددها كتير عن المجيء التاني كل ده رتبته الكنيسة ليه من اجل ان احنا نستعد للقاء ربنا في مجيء التاني يبقى مجيء ربنا التاني دي حقيقة حقيقة وعقيدة اساسية في الكنيسة يعني العقيدة دي اخدناها من رب المجد نفسه وغير النبوات والانبياء اللي اتكلموا عنها في العهد القديم وغير ابقنا الرسل اللي اتكلموا عنها لكن هل ربنا حدد معاد انه هيجلنا هو قالها انا قاتي سريعا لا محددش معاد طب ليه محددش معاد عشان نكون مستعدين مش مستعدين في وقت في كل وقت تصور تصور ان مدرس بيدخل الفصل عشان يمتحن التلاميذ فيجو يقولوله الامتحان امتى يقولهم الامتحان ده مفاجئ خليك في اي وقت اي يوم هدخل اقولك طلع ورقة وكتب اسمك والامتحان هو يعني ايه يعني الطالب الشاطر كل يوم هيروح للمدرسة وهو مستعد للمتحان لان الامتحان في اي وقت هيجيله الامتحان فربنا هدفه ايه من انه يقول لنا انا هاجي فجأة ومش حدي معادل مجي عشان اكون مستعد انا وانت نكون مستعدين بيقولك اللي عنده الفكر ده زي ما بيقول القديس يحنى به يطهر نفسه اما تاني اقول كل يوم المسيح قاتن هطهر نفسه مسيح جاي هتوب المسيح جاي هصحح طريقه المسيح جاي هصطلح مع اللي انا مخصمه المسيح جاي هصطلح اللي انا اخطأت فيه المسيح جاي هرد لكل انسان اغتصبت منه شيء ارده له لان المسيح جاي طب هقابله ازاي هقابله ازاي وش منه فين فهو ده هدف ان ربنا يأتي بغتا وما يقول لناش المعاد وما يعرفناش بوقت مجيئه يقول وانتم تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء يفتحون له للوقت بيقول كونوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعة لا تعرفون هيأتي ابن الانسان ما نكونش زي العبد البطال اللي قال سيدي يبطئ في قدومه لا ما نكونش كده نكون مستعدين ومنتظرين لانه حييجي بيقول يأتي الاتي ولا يبطئ اما البار فبالايمان يحيا حييجي ما نقولش انه هو اتأخر وتأخيره ده معناها انه مش جاي لا جاي يأتي الاتي ولا يبطئ عشان كده الكنيسة كان احساسها قوي جدا ان مجيء ربنا على الابواب من قطر تستعداده يعني احساسهم بمجيء ربنا ان هما كانهم بيتكلموا كل كلماتهم عن مجيء ربنا ناخد ناخد مثال الرسل بطرس ويوحن وبولوس بولوس يقول في رسالة سالونيكي ايه يعني عايز اقول لكم ان بطرس كان حاسس ان ربنا اللي يعني بما ثابت كأنه مبرح من سنوات سعدة الى السماء ممكن النهاردة يكون جاي من السماء النهاردة فيقول ايه طالبين ومنتظرين سرعة مجيء الرب طالبين ومنتظرين سرعة مجيء الرب يعني نطلبها ومستنيينها وعايزينها بسرعة كمان سرعة مجيء الرب احساس قوي جدا بولوس يقول ايه في رسالة سالونيكي يقول لا نرقد كلنا يعني لما ييجي في مننا ناس هيكونوا لسه ما متروش وفي ناس ماتوا لا نرقد كلنا يعني احساسه قوي ان مجيء ربنا هيحصل في زماننا وفي ايامنا بيقول في مننا ناس مش هيكونوا ماتوا لا نرقد كلنا يعني الاحساس اللي نقله لكنيسة سالونيكي والمؤمنين ان المجيء هيكون على الابواب القديس يحنى فرسلته الاولى يقول ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة احنا في اخر ساعة والمسيح جاي الساعة الاخيرة احساس قوي جدا بان ربنا حييجي هم مش عارفين المعاد لكن حاسين انه حييجي تلميس شاطر وبيزاكر ومستعد وعنده في اي وقت عنده استعداد ان المدرس بتاعه يمتحنه وانا ضامن ان انا ناجح لان انا مستعد وزاكرت وتعبت فعين عشان كده احساسهم القوي ويجي القديس بطرس بنفس الرجاء ونفس القوة يقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت ايه ده نهاية كل شيء خلاص قربنا قربنا للنهاية نهاية كل شيء قد اقتربت يعني اقتربت ايه حاسس انها قريبة في ايامه فتعقلوا واسحوا للصلوات يعني ما جاء ربنا ده حيلزموا ايه اما نهاية كل شيء قد اقتربت اعمل ايه أهد مخازن وأبني مخازن أوضح حسابات في البنوك أشتري بيوت أجيب لبس وخزن في الدوليب لا نهاية كل شيء قد اقتربت أما يقولوا المسيح على الأبواب هتعمل إيه تنزل تلم من الشوبينج وتحط في البيت وتخزن منشضامنين الليام لأن الليام الجاية هتبقى صعبة فنخزن أكل بالزيادة لا يا حبيبي نهاية كل شيء قد اقتربت نوعا تعقلوا وإصحوا للصلوات أما نحس إن المسيح جاي على الأبواب نشوف بأي كيفية إن إحنا هنتقابل معاه إحساس قوي جدا كان في الكنيسة الأولى يجي واحد يقول ليه طب ده الإحساس القوي طب ده مرة أكتر من ألفين سنة وما حصلش الكلام اللي بيقولوه أما يقولوه خلاص على الأبواب وكل شيء اقترب وإحنا الأحياء ممكن إن إحنا نستنى لما نقابله طب يعني ما حصلش ده أكتر من ألفين سنة على الكلام ده وما حصلش حاجة أقولك حساباتنا غير حساباته هو هو عنده حسابات غير حساباتنا يقول لنا يوم عند ربنا كألف سنة وألف سنة كيوم تقول لي ده الألفين سنة أقولك ده يومين ألفين سنة ده يومين في حسابات ربنا وفي مثل الساميري الصالح يقول لنا كده قصة جميلة يقول لنا في الساميري الصالح إن الراجل الطيب الساميري لما وقع واحد مجروح أخدوا وحطوا في الفندق ولما حطوا في الفندق يقولوا أعطاهم دينارين وقال لهم مهما صرفتوا فعما أنا أرجع لكم أديكم أديكم المكافأة وأديكم حساباتكم طب ليه ما أدهوش ثلاث دينارين لأن هم دينارين الدينار أجرة العامل في اليوم وهنا ألف سنة كيوم ويبقى الألفين سنة يومين وأعطى للفندق دينارين ما أدهوش ثلاثة فإحنا كده خلصنا اليومين حسابة دينارين تقول لي ده زاد عن اليومين أقولك ده كسور لكن هم دينارين والعلامات ابتدت تقترب لمجيء المسيح التاني بقت واضحة فأنا عايز أقول مجيء الرب زي ما بيقول الأباء قد اقترب الناس في أيام بترس الرسول قالوله نفس الكلام قالوله ناس بيقولوا أين هو موعد مجيء كل شيء كما هو من البد وما فيش حاجة تغيرت لأنه من حين رقد الأباء كل شيء باقن هكذا من بدء الخليق يعني بيقولوله كل حاجة زي ما هي من أيام أبونا آدم تعرفوا أن سابع واحد في الأجيال من آدم وهو أخنوخ يقول لنا تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم قائلا هو زي الرب قد جاء فيه ربوات قديسيه ليصنع دينونة وعدلا علشان يدين الفجار ده إيه ده؟ ده سابع واحد من آدم وتنبأ بمجيء الرب وشايف ربنا جاي اللي إلى اليوم ربنا لسه ما تممش وعده لكن يقول لنا بقديس بطرس لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى عليهم بيتأنى ليه؟ لأنه لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع وتحيا نفسه ربنا مش عايز الناس يهلكوا ربنا أعد ملكوت كبير يدخل فيه أعداد ضخمة ربوات ربوات ألوف ألوف طب الملكوت ده مين حيسكنه؟ فهو بيتأنى وكل ما يتأنى كل ما أجيال وأجيال تدخل السماء كل ما قدسين يروحوا للملكوت لأن في كل جيل فيه شهود لربنا وفي ناس أمنا ليه طب لو كان ربنا جا من زمان كان كل الدول ما دخلوش الإدسين اللي احنا عصرناهم في أيامنا واللي وصلوا للسماء دول كلهم ما كانوش حيدخلوا لأنه خلاص هيجي قبل منه لكن هو كل ما يتأنى لأنه لا يشاء موت الخاطر ولا أن يهلك وناس بني أن يقبل الجميع إلى التوبة مع مرور السنين هنلاقي ملايين ومليارات دخلوا السماء وإحنا ما نعرفهمش في كل بقاع الأرض ربنا ما يديناش ان احنا نكون زي العبد الرديق اللي يقول إن سيدي يبطئ في قدومه نكون كده مستعدين ومنتظرين ومترقبين ومتلاهفين علشان يجيء ربنا لينا يقول لنا الآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين